ماراثون الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في ليبيا يمضي قدماً بانتظار غربلة الأسماء بشكل نهائي مفوضية الانتخابات وبعدما أغلقت باب الترشح للانتخابات المقررة الشهر المقبل أعلنت في قراءة أولية عدد المترشحين للرئاسة بعد تلقيها أوراق أكثر من 90 مرشح بينهم سيدتان القائمة الأولية التي نشرتها المفوضية واعتبرتها مؤهلة لخوض غمار السباق الانتخابي تضمنت 73 مترشحاً من بينهم قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد دبيبة ورئيس البرلمان عقيل صالح ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتح باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق بالمقابل المفوضية العلية استبعدت من قائمة المترشحين 25 اسماً من أبرزهم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل وذلك لأسباب القانونية وأحكام القضائية كما أعلنت المفوضية ومن بين الأسماء المعروفة التي استبعدت أيضاً بشير صالح المدير السابق لمكتب معمر القذافي ورئيس الوزراء السابق علي الزيدان ورئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين الخطوة التالية للمفوضية هي فتح باب الطعون للنظر فيها من قبل القضاء الليبي على أن تستمر هذه المرحلة 12 يوماً وبعد اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها ستنشر قائمة نهائية للمترشحين ورغم الأمال الكبيرة التي يعقدها الليبيون على هذه المرحلة الحساسة من مصاري العملية الانتقائية لعبور البلاد نحو بر الأمان وينهاء عقد من الفوضى يبقى الغموض والتشكيك يغلفان الأجواء في ظل الخلافات بشأن قانون الانتخابات وأهلية بعض الشخصيات للترشح وهو ما يهدد بإخراج العملية الانتخابية المدعومة دولياً عن مسارها ويعيد البوصلة إلى مربع الفوضى